هات اللوحة التانية اللي جيتها قبل كده اللي عليمين ده اللي عليمين اللوحة اللي عليمين شيشانك الاول ده اللي قال عنه الكتاب اللي هو صعد شايشك ملك مصر على ارشاليم شيشك ده اللي هو في القصار المصرية وطاريخ مصر القديم اللي هو شيشانك الاول اللي عليمين ده شيشانك الاول ماسك الحربة في ايده بيحارب مين بيحارب الاعداء اللي هم العبرانيين تحتيه على طول زهرة اللوتس وجنبيه على طول الاعداء واقف بيقدم الاعداء دول قرابين للاله امون الشكل اللي انا شايفه دوت ده في الحائط الجنوبي عند مدخل الانترانس بتاع الكارناك تيمبل اللي قاعد دوت اللي هو في المنتصف ده المخصص يعني ايه مخصص في اللي رغليفي المخصص يعني ده رجل يعني ده ششانك الاول كان رجل ششانك الاول حاصر مية ستة وخمسين مدينة اللي هو بقول عليهم الكتاب المقدس مدينة يهوزة وبيقدمهم كافرين كقرابين لمين لامون لان انا زاك المصريين القدماء كان بيقدموا قرابين الى الاله امون فاذا الشكل ده موجود في معبد امون في القارناك اقف عندي ششانك كتاب المقدس قال عليه ان هو صاعدة ششق ملك مص على ارشالين ششق اللي هو ششانك الاول اللي مؤسر قصرة اتنين وعشرين خلي بالكم التاريخ ده تسعمية تمانية وتسعين لتسعمية اربعة وعشرين قاف مين بي سي ده اللي هو حاصر مية ستة وخمسين مدينة من مدينة يهوزة وهذا الرجل قال عنه سليم حسن اللي هو يعتبر من احسن المؤرخين في تاريخ المصري فرعون وعشان اقول سليم حسن اقف كده وقفة كده المجلد التلاتاشر كتابات ششانك او شاين شق الاول قال عنه ششانك اللي هو في الكتاب المقدس قال اسليم حسن انا هربط بالله انا هقوله دوت وبين نبوة اشعياء تسعتاشر هارا الاول نبوة اشعياء تسعتاشر وهارجع الى ششانك الاول وكتابات ششانك اشعياء تسعتاشر وداني بوة عن مصر بداية من العدد التاني اشعياء تسعتاشر العدد التاني وحي من جهة مصر هو زاء الرب راكب على سحابة سريعة وقادم الى مصر فترتجف اوسانه مصر من وجهه ويزوب قلب مصر داخلها واهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة وتهراق روح مصر داخلها وقفني مشورتها فيسألون الاوسان والعازفين واصحاب التوابع والعرافين واغلق على المصرين في يد مولا قاس فيتصلت عليهم ملك عزيز يقول سيد الرب الجنود فين المملكة اللي قامت على مملكة وفين المدينة اللي قامت على مدينة ارجع الى المجلد التلاتاشر من هذا الدكتور سليم حسن قال ايه بقى في كتابات شاشنق شاشنق ومقصة 22 قال كده ان في سنة 750 قبل الميلاد كان اللي بقى لكو الزمن ده الزمن اللي تنبأ فيه اشعياء هازي النبوة ايه اللي حصل شاشنق كان حاكم ليبي تولى على مصر ما كانش مصري ما كانش من داخل مصر في سنة ستمية تلاتة وستين جمين جي قنبيز الملك الفارسي وحكم مصر سليم حسن اطلق على هازي الفترة فترة الخراب الكبير طب ده بالنسبة المجلد التلاتاشر المجلد التناشر اطلق على هازي الفترة اللي هي الفترة اللي كانت فيها مصر بدون حاكم من ستمية تلاتة وستين لحد ما جي قنبيز من فارس خمسمية خمسة وعشرين قاف ميم الفترة دي ما كانش ليه حاكم سماها في المجلد الاثناشر فترة الاطراب الكبير يبقى في المجلد التلاتاشر فترة الخراب الكبير في المجلد الاثناشر فترة الاطراب الكبير الفترة دي كانت مصر في مرحلة الطراب وكانش شنق اللي هو كان بيحكم مصر من ليبيا ما كانش مصري بعده على طول جاء ملك ترهاق السوداني بعده على طول كانت مصر تحكم من ثلاث مدن خلي بالكم بقى من ده مصر كان بتحكم آنازاك من ثلاث مدن السودان الحبشة سودان حبشة اللي هي أسيوبيا ومن ليبيا ترهاق السوداني وعندك ششنق الليبي دي كانت ثلاث مدن بتحكم من مصر بعد المفسرين وبعد الشراح بالنسبة لأشعياء التسعتاشر بيقول أنه قامت مملكة على مملكة وقامت مدينة على مدينة ويقوم الأخ ضد أخيها فين المملكة؟ القامت ضد مملكة وفين المدينة؟ القامت ضد مدينة ظهر في الغرب كتب لبعض الشراح والمفسرين مسكوا هذه النقطة اللي هي نبوة عن مصر وقالوا إيه؟ قالوا إن هذا السفر بيحتوى على البركة وبيحتوى على القضاء البركة سوف تتم في المستقبل والقضاء بالفعل قد تم يبقى إذن سفر أشياء بيحتوى على البركة والقضاء القضاء قد تم بالفعل أما البركة سوف تتم في المستقبل إمتى؟ إمتى سوف تتم البركة في أرض مصر؟ إمتى؟ في الحالات اللي أقولها دي هيتجمع خمس مدن داخل مصر يتحدثونها بلغة كانعان ده اللي هيتم في المستقبل لسه ما تمش البلد دي هتكون مقصمة إلى ثلاث أجزاء هيكون هناك سكة أقصد مصر سكة من مصر إلى أشور وبالفعل فيه سكة من مصر إلى إسرائيل موجودة يبقى إذن اللي هيتم وجوده إنها تكون هناك سكة من مصر إلى أشور وبالفعل فيه سكة من مصر إلى إسرائيل ويأتي الأشوريين على أرض مصر هيعبد المصريين مع الأشوريين إسرائيل ويكون لمصر سلسي إسرائيل وبعد كده هيكون فيه مدن تتكلم بلغة كانعان لما هتحصل البركة دي لما هيحصل ده في المستقبل إيه اللي هيتم؟ هتتم نبوءة أشعياء اللي هو الإصحاح التاسع عشر بداية من الآية الثانية إذن سفر أشعياء هناك برقة وهناك قضاء القضاء قد تم بالفعل في الماضي أما البركة فسوف تتم في المستقبل ده مستقبل إحنا ما نعرفش عنه حاجة لكن لما يتم اللي أنا قلت عليه دوت هتتم نبوءة أشعياء تسع عشر لذلك حسقيال تلاتين تلات عشر في هذا السفر بيأكد تماماً إن ما ذكر في سفر أشعياء إيه اللي حصل؟ أبطل الأوسان من أرض مصر ولا يكون رئيس لمصر بعد ذلك يعني من خمسمية كمسة وعشرين قاف ميم من أيام قنبيز ومصر كانت محتلة لأنها احتلت مصر لمدة ألفين وخمسمية سنة هذا الاحتلال من ذاك الوقت لم يكن رئيس لمصر من أرض مصر فتتحقق نبوة حسقيال نبي الله في الإصحاح التلاتين الآية التلات عشر وبعد ذلك لا يكون رئيس من مصر وهذه الإصحاحات وهذه النبوات موجودة في أربعة إصحاحات بداية من تلاتين حسقيال تلاتين أربعة إصحاحات بتوضح أن ليس يكون هناك رئيس من داخل مصر سرد في دقة متناهية في أحداث الكتاب المقدس وبين تاريخ الفرعوني والتاريخ خصوصا تاريخ مصر القديم يبقى إذن هذا الملك شيشق اللي هو الحاكم اللي بي اللي صعد على أرشاليم هو هو الحاكم الشيشنق الأول من الأسرة 22 هاتلي شكل تاني اللوحة أيوة بص حضراتكم اللي عليمين وعلى الشمال اللي عليمين وعلى الشمال دول اللي هم الأسماء الهيروغليفية الأسماء الهيروغليفية دول 42 منهم اللي هم الحكام اللي كانوا على ملوك يهوزة لأنه هو حاصر 156 مدن من مدينة يهوزة فكتب أسماءهم من أعلى إلى أسفل باللغة الهيروغليفية وهلاء الحكام في العالم الآخر عندما يتم قيامتهم من الموتة اللي هيتم يتم محاسبتهم محاسبتهم عن طريق مين فهيوفوا أمام الأرباب وأمام الآلهة وهيخش المحاكمة اللي هي أحسن لوحة وأشهر لوحة في تاريخ مصر اللي هي موجودة في المتحف البريطاني المتحف البريطاني اللي هو في إنجلترا في لوحة اللي هي مرت طولها اسمعوا بقى اسمعوا الطول 156 متر لوحة من البردي العالم كله يجتمع داخل المتحف البريطاني أي حد يخش المتحف البريطاني لازم يتفرج على هذه البردية اسمها بردية متري طولها 156 متر بتشرح محاكمة المتوفي في العالم الآخر ومحاكمة المتوفي في العالم الآخر لازم يحكموا إله هم أمنوا بإله إله آخر الإله ذوت هو لما المتوفي تقول له التعاويز عشان تحميه في العالم الآخر بنانا على أعماله هيتم دخوله إلى عالم المصل أو العالم الأحسن من جهنم بيقال عليه العالم الآخر في علم المصريات ترجمة نانسي قنقر